بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله 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 الرحيم معاية تمام? ثلاثة اربع سوى بالزبط وهنبدأ اللي احنا نشيلها عشان لسه هتكمل التسوية آآ مع في حالة تانية مع خلطة الجنبري اللي احنا عمنا يبقى كده البصل قدام خضراتكو هو شوية آآ زنجبيل زي ما اتفقنا مبشورين هو بودرة اللي اتنين هنشتغلوا يعني يلا بقى نخش بقى على الحاجات الايه الحاجات الجمدة دي بقى ارفع خشب يلا عليك ارفع آآ وبعد كان قوم حاطين ورقتين لوري طصين اتنين من الحبهان شوية فلفل حامي مش كتير بقى عشان برضو اين يعني اللي هيكل ما يلعيش علينا ان شاء الله الاسبوع ده هنعمل لكم الهريسة لان الفلفل الارنقوتي الصغير الاحمر ده الجميل ده بقى دلوقتي موجود في السوق فنقدر ان شاء الله اللي احنا هنعمله لكم حطينا البصل وحطينا كل حاجة نبدأ نحط ايه بقى بقى ايه نوم ضيفين عندنا الباشا بتاعنا الجمباري والروس يا باشا اهي كل ده مع بعضه بنبدأ ان احنا ايه نقلبهم وبعد كده نقوم عندنا انا مستمتع بالبرياني بصراحة فانا بحب اشتغل البرياني جدا بحب اللي انا اعمله بالذات الجمباري لانه طريقته سهلة وماهي الصعبة طماطم تمام بتقومي واخد طماطم كده مفرومة حطاها على الجمباري وحطها مع علقتين اتنين من صلصة الطماطم يا قزة بتساني ازاي حضرتك هلو هلو صباح وخير يا سيف محمد صباح النور يا فاندم ازاي حضرتك الحمد لله بخير ازايك عامل ايه الحمد لله بخير الله يخليك يا فاندم اسلامي يا سيف محمد عندي سؤالية لو سمعت ايه يا فاندم انا بفتح آآ علبة الكنلون اللي هي المواسير دي اللي اتا كلها مكسرة ارميها لا ما ترميهاش طبعا ترميهاش اتا كلها مكسرة يعني العلبتين مكسرين كلها ولا ترميها ولا اي حاجة تشتغل منها مقارون حضرتك هتقول لي اعمل ايه بعد المقفل السؤال الثاني صلاة الفجر عندكم ما بتجبهاش كتير جدا يا شيف محمد ازاي فاندم يعني النهاردة قعدة صلاة الفجر مجاتش اداني الفجر يا ربي اداني الفجر لا ممكن تكون بس النهاردة ممكن تكون النهاردة بس كتير كتير يا شيف محمد وما اتصلت قبل كده طب انا هتب وساعات المغرب كده بيعديها كتير لو سمع حاضر يا فاندم ما سوالله ابدا احنا احنا اتلاح اقومت عن اعادة طبعا بتاعات كل هي تبقى متأخرة اه 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 اتلاق النهار تلع عليا والاعدان ما قدنش احنا محافظين جدا على الموضوع ده والله يا فاندم حاضر احبال لقوعه ليكلك يا ربي يا تخلي بايته يعني. ويكريمك يا فندم اشكرك. شكرا لحضرتك حاضر. شوية مية. صغيرين. جرام مسالة. هتلاقوها عند العطار موجودة ومتوفرة. تمام? وبعد كده نقوم واخدين عندنا شوية من الملح. تمام كده يا باشا? تمام. قدي شوية الملح قدام حضرتك هيا. ونزبطها. مستاذا صدفة? هلو? ايه السلام عليكم. عليكم السلام ازاي حضرتك? ازايك يا شيف محمد. الحمد لله ربنا يديك الصحة الله يخليك. يشبني ايديك على كل اللي بتعملها. الله يخليك يا فندم تسلمي. الله يخيرمك. ربنا يخليك. اه ممكن حفظتي ملك عايزة تكلمك? اه طبعا اتفضاني. ايه. مع حضرتك اهي. يا ملك. ازايك يا ملك. اه. عامل الله. عامل ايه كله تمام? عامل الله. يا ربي دايما يا حبيبتي. اقمرين يا ملك. شكرا. ربنا يخليك يا حبيبتي. مع السلامة يا ملك. الله الله على الروايح. اقفل. اقام ازاي? ولا مصفة كبيرة. اه اللبن رايب بقى تمام? ركز بقى معانا بقى في الجاي ده. كباية كبيرة من اللبن الروايب. حطناها. يلا باشي. واقوم مقلب الخلطة المحترمة ديت على النار. واسبها عمنا شوية. شايفة تأسويت الجنباري عاملة ازاي? انا ما باخدش الجنباري ماقعده كتير عندي على النار. خلي بالك بالموضوع ده. عشان لو اخد كتير على النار. هيبقى يعني يشد معاك. ولو شد معاك ده ما بقاش جنباري خالص. خصوصا انت جايبة جنباري كبير زي ده. فمتكلف. فما يبقاش الموضوع آآ يبوز منك. ويجي الموضوع يبقى ايه ملوش لازمة في الاخر. لان لو طعمه مش مزبوط معاك مش هيتزبط. حلو الكلام. هنسيبه ايه ده ناخد غلوتين اتنين. بعد ما نيجي من الفاصل هنقوم واخدين عندنا الرز متاعنا. اللي هو اللي انا سلقته ده. وهبدأ اللي انا صفيه. وبعد ما صفيه هنبدأ نعمل حركة كده ان شاء الله بالكركم والزبدة ونعملها بالجنباري نشوف الحركات دي ولكن بعد الفاصل. ورجعنا تاني بعد الفاصل. خلينا بقى نشوف عندنا البرياني. ازاي نقدر ان احنا نخليه طعم تاني. خلينا بقى نشوف عندنا الرز بعد اهوت. قدام حضراتك اهوت. بص بعد ما تسالق عامل ازاي. بص الكلام. حلو كده حلو. بس انا هتطر معلش ان انا اجيب الحلة هنا. بنركز بقى مع بعض هنعمل ايه? اول حاجة بقى اوم جايب عندي حلة صغيرة. نفس الحلة ناسها لاتفرز. بقى اوم حضط فيها. هدي واحد. اتنين. تلاتة. تمام. وبعد كده نقوم واخدين عندنا. اوبا بقى. البشا الكبير ده. نقوم ووزعينه فين? هنا. ونقوم حطينه تاني. وهو اخدين عندنا رز. اهو. ونقوم حطينه الرز هنا. نقوم واخدينه البشا الكبير ده تاني. طبقة تانية. من الجنباري ومن الصوس الجامل ده. تمام. ونضم حضريك اهو. وبعد كده نقوم واخدينه عندنا الطبقة. الاخيرة من الرز. حطينه كده من فوق. نحطش حاجة من فوق بقى تاني. طب الصوس عام محمد اللي هيتبقى بقى ده. ده حضريك هتقوم واخدينه. ونسيبه دلوقتي ما نجيش ناحيته خالص. اللي هو الصوس ده هنقدمه مع مع البرياني في الاخر. اللي عايز صوس زيادة يضيف صوس زيادة. طيب. نركز بقى في الخطوة ديت. بقوم وحضط الرزة ههو. لان الرزة لحضريك لو سبناه السيومة عالجنبالي هياخد تسوية زيادة. ومش هيبقى حلو. بجيب عندي كركم ومية. تمام? وببدأ اللي انا مش خيضة ههو خيط. عشان يدي لون ولون. وقوم واخد عندنا مكعبات زبدة. اللي عايز يحط بصل. يحط بصل. بصل محافظة. يعني بصل محمر. يريب بصل محمر. طيب. وبعد كده هو. بقوم واخد عندنا الفويل. معيني الحلال. الحلال اللي قدامك ديت بالمقابض اللي انت شايفها ديت. دي حلال زي ما اتفقنا اللي هي الاسلامبوش اللي انا شغال فيها. جميلة. وبتطلع احلى شغل. تقدر انت تطلع فيها احلى شغل بجد مش كلام. الحلال البرتغالي اللي حاضر كده شايفها. سحرها حلو جدا. الاستهلس بتاعها اه 18 على 10. هتلاقيها موجودة في منتجات من ضمن منتجات برأيزهاوس التجارية. بص بقى كل بقى عامل ازاي. بنقوم واخدين بقى الباشا الكبير ده. ونوم ايه مكنفين كده وتقوم ايه مغطية كده الباشا ده وايه وعلى خمسة او سبعة ونسيبوا مقا مع نفسه كده ايه الاخر الحلقة خالص ننساه وبعد كده نبقى نجله تاني وما لا شو هتصوص ده هنروح فين لأ هنسيبوا بكده في جنب وهنجلهم تاني ده برغفعيش هالله نولي أستاذ جمال يا أستاذ عمر الحمد لله ازاكي عمر الحمد لله بخير ربنا يكرمك الله يخليك يا عمر اتفضل يا حبيبي المساقعة حاضر من عناية لتنينة عمر من عناية مع السلام حبيبي بطاطس قطعها مكعبات كبيرة بتنجان طبعا ده أساسي عندك الفلفل الأخضر فلفل حامي عمر كل ده بيتقطع مكعبات وتقلي في الزيت بعد ما تقلي كل ده في الزيت وتطلعهم تجنب وتسيبهم على النار نص ساعة على النار هادية لحد ما صوص يتقل معاك تبدأ تحطهم على المجموعة الخضرات اللي عندك وإن شاء الله يطلع معاك شوية مساقعة زي الفل هنا اللمون زي ما اتفقنا 8 تيم هنطلع معنا اللمون المعصفر اللمون زي ما اتفقنا بنجيبه يبقى كبير قدام حضريك كبير الحجم تمام ما يبقاش ناشف قوي ولونه أصفر قدام حضريك قهوات حتى لو مدي على خضر ما فيش مشكلة بس تمسك اللمونية كده تمام تلاقي بتاخد وتدي معاك بتبقاش ناشف حجر ده بالظبط إن شاء الله 8 تيمة و هنطلعه و أورهولك طيب إزاي بتعمل وإن شاء الله لما يتعمل هعملك سوس باللمون المعصفر ده حكاية طيب تعالوا بقى نعمل أول حاجة إيه بقوم واخد اللمون ده بعد مخسله كويس جدا بقوم واخد عندنا اللمون ده ومسقطينه عندنا في مياه سخنة أستاذ النرهان إزاي حضرتك قالوا يا نرهان معلش حرط تسبينا تاني قال اللمون يا باشا بدأنا اللي إحنا إيه نضيفه ما توسعش عمر ها ونبدأ نحط اللمون لمدة كام حد ما يقلب معايا يعني المياه تبدأ تقلب معانا وبعد كده نبدأ اللي إحنا ناخدها ونفس المياه اللي إحنا سلقنا فادية هنستخدمها برضو مش هنرميها المواضيع مشي لحد لوقتي تمام اللمون علقنا عليه والبرياني تمام تعالوا نشوف بقى حكاية الفطيرة الجامدة اللي إحنا نعملها دي عبارة عن إيه اللمون طبعا هرجع له في السيجمنت اللي جاي إن شاء الله نص كيلو من الدقيق اللي هي ثلاث كبات ونص من الدقيق عندي مياه خمسة وعشرين ملي من المياه واحد عدد بيضة تنين معلقة زيت دورة معلقة كبيرة من الهبن البودرة ومعلقة كبيرة من السكر شوية ملح وعندي زيت طبعا اللي أنا هبدأ هالي فيه دي العجينة عندي بقى بالنسبة ليه هو بس إيه المياه خمسة وعشرين ملي من المياه لأ متين خمسة وعشرين ملي من المياه هو هنتعب النفس ليه تلات كبايات ونص على لون كباية ونص من المياه بس ندخلش في المياه اللي قوي البركة التورجي لا لا البركة تلاقيه ده بحد دلوقتي وبيعشي حلحاشو بقى نص كيلو من الجبنة البيتة أربعة معلقة من البقدونس المفروم وبعد كده عندي للدهن بقى 100 جرام من الدقيق 100 جرام من السمنة أو الزبدة وواحد عدد بيضة هقولك هنستخدمهم في إيه طيب تعالوا والله نشوف هنعمل إيه أول حاجة كده هوت بسم الله نقوم بأخذين عندنا الدقيق دقيق مغبوزات تمام يا أستاذة دينا أستاذة دينا ألو صباح الخير صباح النور يا فندم صباح الخير صباح الخير يا شيف محمد صباح النور يا سبت الكل إزاي حضرتك أنا سعيدة جدا والله إن أنا بكلم حضرتك ده السعادة ليه نحنا والله لربنا يخليك وحضرتك عملت لي مشكلة مع بنتي يا شيف محمد ليه كده بس عشان منتجات راكي يا شيف ربنا يخلنا لك ويبارك فيها صدقيني ربنا هي يعني أنا يا لسه زارة شوف مجهزة مادام دينا صدقيني والله المنتج ده لو مش محترم عمري ما هتكلم عليه لا حلال ولا الضوء عارف عارف أنا كنت جايبا لها طقم وشيك جدا لا خلاص لو جايبة خلاص ما هيشفت في أحد المولات الراك لا لو جايبة خلاص أنا مقدرش أقولك بصلاحة يعني طالما جايبة حاجة ما خلاص هيداكني أردر لازم أجيب لها طال لك البخرج بيغريكي خلي بالك لا أنا ما شفت إزاعة أنا ما شفت معيني كنت في مولي يعني من المولات الجامدة فضلس ما شفتش ما خدتش بالي من يعني أنت كده قدتني بلا يا زباح ده لسه لازم يجري لحضرتك لا يا شميم بتقيت لي لازم أجيب يا ماما من من طقم راك أكتم واخترت أغلى واحد إن هو في أسعار كنت جيب الصغير كنت جيب منزلين عندك دلوقتي الأطباق اللي يا صغيرة أعتقد الحاجة وثلتين كتعة ممكن تجيبيها كنت بلاش تجيبيه الكبير قوي يعني لأن الكبيرين مية حاجة وعشرين كتعة مية أربعة وشرين ده كبير قوي يعني على ما نقول حضرتك هما منزلين أسعار فعشان كده هي منزلين أسعار فعشان كده هي لأكترت أغلى حاجة ربنا يخليها لكم يبارك فيها ربنا يخليكم منتجات جميلة بطرح ربنا يخليك أشكور الكفاني بالتسلامي الله يخليك يا سيب عايزة تلحك سؤال أنا عندي كبدة عندي كبدة وعايزة وأكلتها في مطعم برا بالويت توف مع البطاطس بس أنا مش عارفة تكنيك العميل حاضر حاضر من عينالة ياريت حضرتك تقولها لي على الهوى أنا كلتها مع الويت توف وبطاطس تمام حاضر هقولها لي اللازانيا ما تنجحش معايا زي ما باكلها برا اللازانيا؟ أنت بتسلقها على تسلقها ولا بتعملها زي؟ لأ أنا بجيبها هقول لحضرتك من غير ما تسلقي اللازانيا يا جماعة أنا بسلقهاش والله بحطها كده على طول من غير ما سلقها ماهم بتطلع معايا برضو البنت شوية كده عشان الصوس عشان الصوس عندك بيبقى تقيل الصوس بتاعها لازم بقى خفيف ولازم حضرتك بعد ما تعمليها تسيبيها تبرد ما ينفعش على طول تغديق على طول كده من ايه من الفرن نقدمها على طول وتتاكل عشان لما نيجي نقطعها تطلع ايه الخرطة كده حالة ومظبوطة عشان تستوي في بخار بتاع حنتقذت تقولي كده بالزبط بالزبط عمتا انا بشكر حضرتك وعايزة بس واشكر منتج راك ده شكرني فاني الله يخليك فاني وعايزة بس اقول لحضرتك تقولي طريقة عمل الكفدة بالوابس انا كالتها في طاجل في المطعم كانت في طاجل بس تكنك التركيبة مش عارفها طيب من عينها لاتنين اشكرك فاني وبالنسبة للمكرونة اللازانية انت بعد ما تحطيها ما تدخلاش الفرن على طول ما تدخلاش الفرن والسوس بتاعك يكون دافي فمجرد ما تحطيها اصلا متسبيقة خمس دقيقة بلا ربع ساعة هتلاقى ستوت معاك زي الفل بالنسبة للاخت اللي اتصلت على المواصير الكالينون اللي هي بتقولي اتكسرت نرميها لا ما ترميهاش طينا ما اتكسرت معاك هتضدك بقى تكسير بتكسير هتقوم بكسرة الاتنين البقين وتقوموا اخداموا وحطاهموا في مياه سوخنا بتغني مع شوية زيت وتطلعين وتعملوا بيهم احلى شوية سوس ابيض بصل وتوم زيت شوية ملح سوية فلفل تحطي مشرم لو عايزة وتقوم واخدها عليها كريمة لباني شوية شربة وتسمونها على النار هذا النار يغلو معلقة دي ايه تقوم دوا بها مع شوية زيت وتقوم ربطة بها السوس دا تاخد المكارونة حضرتك اللي هي بسط عندك دي تقوم واخدها وقوم وحطاها فين في السوس دا وتقلبي تقلبتين اتنين وتاكل بين انا والشفة بس اما حاجة ما تسلقاش كتير عشان ما تعجنش منك نرجع هنا بقى للفطيرة انا حطيت نصف كيلو من دقيق حطيت معلقة سكر هجاوب حضيك على الكبدة حالا ان شاء الله حاضر وبعد كده شوية سكر شوية ملح صغيرين زيت درة تمام وبعد كده عندي اللبن البدرة وبعد كده عندي واحد عدد بيضاء والمضرب الكفوية ونقوم ايه واخدينها ونبدأ ان احنا نشغلها يا باشا واحدة واحدة يا اياحية ازايك ما عليش يا اياحية تصيبينها تاني يبقى نركز الفطيرة ديت احنا بنشتغل بيها ازاي طيب لهم واخدين المياه وعجنين عجنين عليها ايه الاخبار هنا نعم اقول ايه البخار اللي طالع ده اتالي في روس زايا كده ايه مقتحمة الموضوع تحت وهد النار وهنا اللمون انا عندي حل احسن ده اغد هنا لا الريحة مش طبعية مش واتر رواحي اللي طالعين من هادي عشان بص انا اقفلها صح عشان الزبدة تخش جوه هيا والاية والكركم اللي احنا حطناها في الاخر يا اوه سيزاهبة ازاي حضرتك قالوا سبعة خيار شرحين صباح النور يا فندم ازاي حضرتك ازاي حضرتك اهلا وسهلا اهلا وسهلا انا مستنية حلقة الايمانسي والاستروجانوس من عناية الاثنين حاضر حاضر يا فندم انا عندي تفتار تاني سدار يا فندم الخضار والفاكهة هل ممكن نجففهم في الفرن لان فيه فاكهة تباية عند المقلة لو كده انا ناس وجنزدين بس يبقى عليها طبق السكر من بره بالزبط فانا مش عايزة السكر ده طيب هل ممكن هجففهم في الفرن اه تجففهم في الفرن بس درجة حرارة ما تكونش عالية درجة حرارة ما تكونش عالية وقبل ما تجففهم يعني زي سماط من مجففة كده تتحط نحن 6 ساعات في الفرن بالزبط وتستخدمي اي فاكهة عايزة تعملها دراي وخصصا التفاح الجميل السكري متاعنا ده تقومي وقدام قط عاش رايح حطها في بياض بيد بياض بيد وبعد كده تقومي حطها في سكر وبعد كده تقومي سايبها بره وحطها في الفرن على درجة حرارة ماية مايبقاش درجة حرارة الفرن عالية وتسيبيها ساعتين 3 ساعات تقومي طفي عليها الفرن تعالي تاني يومشو فيها تلاقيها تزبطت معك وبقت زي الفل وتقدر تحفظها كمان لان البكتيني اللي موجود في الفاكهة هو اللي هيحفظ أصلا الفاكهة عندك الله يخليك أسميه تعالي نحط عندنا شوية بقدونيس مع الجبنة الله يا حاجة خلاص أنا أسفين والله الجبنة ماشا مع البقدونيس تمام اهو خلو كده قدام حضيك أهي وبعد كده هنا بقوم واخد عند الزبدة والبيض عشان هنبدأ ندهم بيهم اللي اتنين مع بعض العجينة نركزين في العجينة تمام وص العجينة عاملت ازاي ملبن والله ملبن يا باشا رس ونعجينا تكون مفتوح كده هو ازاي القدام حضريتك ديت عشان الفطيرة بتطلع معايا مزبوطة وزاي الفرن سيني دي بسيطة قوي بنقوم راشينها بص يا ساعة الباشا تقسيمة الفطيرة بقى واحدة كبيرة تمام؟ نقوم حطينا كده والباقي كله صغير واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة 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 تمام؟ واحدة كبيرة ده اللي احنا هنعمله اللي بقى اللي هيحصل بقى هتقوم واخدها كل واحدة الكبيرة دي الاول نقوم حطيناها وبعد كده نقوم واخدين عندنا الصغير نبدأ اللي احنا نلفه مع بعض يلا يلا هنسيب العجينة بقى ترتاح حوالي متاعك خمس دقيق كده ولا حاجة وبعد الفاصل بإذن الله هنبدأ ناخد عندنا العجين ده ونبدأ اللي احنا نفرده لكنه طريقة فرد معينة عشان هيدهن من جوه زبدة وبيض تعالوا نشوف يا جمل كده ايه وإحنا شغالين نبص على البرياني كلام تاني يلا بينا بسم الله الرحمن الرحيم الزبدة فيه الزبدة مش موجودة لكن الكركم ده بقى ايه هتلاقي ايه حبة وحبة بقى طالع ايه هوا بص عامل ازاي بصة باشا الحبة والحبة طالع عامل ازاي وإيه نضرب من تحت كده قوموا نطلعين ايه الجنباري واستوى وماش ناشف ولا اي حاجة والجنباري بنفس الوقت ما يشدش معاك إذن البرياني الجنباري له طريقة تسوية معينة غير اي حاجة تانية لكن لو الدجاج او اللحمة بنسوي اللحمة كويس جدا مع الدايج ونقوم حطين عندنا الرزة الكابسة ونبدأ اللي احنا نعمله لكن ده طريقة تسوية ومختلفة شوية والدجاج ممكن تعمليها عفاكة بنفس الطريقة دي برضو هيطلع معاك حلو جدا فاصل ونوصل ورجانة تانية بعض الفاصل دلوقت عملنا ايه؟ بنعمل اللي عجينة الاثناشر كورة والكورة الكبيرة اللي احنا عملناها تمام؟ نوضع سهل وممتع بقى في الفطاير تمام؟ فنمشي واحدة واحدة ايه اول حاجة بنعملها؟ بنقوم مسكين عندنا الباشا الكبيرة دي نقوم حطينا هنا نقوم بتتسلف شوية بس كده على ما يجي من الفاصل بحب شقف بنقوم ماخدينها وحطينا هنا تمام؟ بعد كده بنقوم ماخدين عندنا البيضة بنقوم ماخدين عندنا الاحرف دي الزبدة باشا الزبدة طرية تمام؟ بنقوم ماخدين بقى ايه اللي احنا فردناهم الصغيرين بنقوم ماخدين كل واحدة كده وبعد كده نقوم ماخدين عندنا الزبدة الزبدة طرية نقوم ماخدين عندنا التانية بس حاجة والله يا ما شاء الله يعني تعجيبك قوي تعجينا دي اللي احنا والله عاملين على الهوى تمام؟ نقوم ماخدينها وبعد كده نقوم ماخدين عندنا الزبدة الزبدة الاثناشر طبقة بقى هنبدأ نشتغل عيون كده يعني فهاصرع ايدي بس عشان ايه ما تملوش معايا المية بتاع الليمون اللي انا خلاص خلق شلت الليمون على فكرة قلب معايا خلاص فشلته قدي الليمون عم نجمله هو بعد ما ايه بعد ما تسلق طيب ايه اللي هيحصل دلوقتي فيه اللي هيحصل اللي انا هنجيبه وهنبدأ اللي احنا نعمله كده ايه فتحة من فوق هنعمله كرس كده من فوق ونقوم سايبينه حوالي عشر دقايق بس انا ما حينشتوفه بمية ها نشتوفه بمية والمية اللي احنا سلقنا فيها مش هنرميها يا قزة دونيا ازاك يا قزة دونيا ازاك يا قزة دونيا عاملة ايه ايه يا دوني سامعك دونيا ايه حبيبت الشيف سامعك اتفضاني مو تسلق عصريت البتزا البتزا حاضر يا دونيا من عناية حاجة تانية يا دونيا مع السلامة حبيبتي حاضر من عناية الاتنين وصلنا لكم طبقة كده خلاص اهيت هناخد عندنا الطبقتين كيف هي ديت خلاص بقى انت اللي اتناشر طبقة ايه حطيهم فوق بعض مو بس وركل ايه ما هو البرامج للمطبخ بتتعملك ايه مش مش لازم تديك الحاجة الاخر حاجة خالص لا والله يعني الفكرة اللي هي بتاخد افكار بس منها يعني افكار بقى وانت تعمليها عندك وانت تزبطيها عندك بقى يعني ايه اللي موجود عندك واشتغلي منه على فكرة ان شاء الله تلاقي كل حاجة والله سهلة معاك مش هتلاقي الموضوع صعب يعني فترة ديات في الاول وفي الاخر احنا ما استخدمناش فيها حاجة جمدة ده جبنا اللي انا عشي بيها جبنا فيتا كمان وشوية بقى دونس مفرومين لكن سيبكم انتو بقى البرياني كلام تاني تعالوا ناخد عندنا ديات اهات اخر حاجة خالص تمام كده؟ تمام دهنين عندنا بالبيض اخر واحدة وبعد كده ما دهننا بالبيض بنقوم واخدين عندنا اطراف ديات عم جمل كده نشد نشد دي البرة ونقوم ايه داخلين لجوه اهوت نشد ونقوم قفلين لجوه نشد ونقوم قفلين لجوه تمام؟ كل ما تريح عجينك كل ما يكون افضل بصي فوقت زايدية فوقت مطبخ زايدية اهيات نضيفة كده طول ما بتريح العجين بتاعتك كل ما تحصلها على حاجة محترمة في الاخر فخمس دقائق كمان ايه المشكلة؟ انا هشتغل بيها دلوقتي انت في البيت خمس دقائق كمان وفرديها وابدأ اللي انت تشتغلي منها طيب تعالوا بقى نشوف عندنا انا هسيبها الوقت يا ترتاح يعني مش هشتغل منها دلوقتي بص الفترة عامنا ازاي؟ نم غطينها ومردانت جنبي الجبنة معايا انا جاهز عندك لحمة مفرومة طلعي لحمة مفرومة اي حشمة انت عايزها هطلعيها دلوقتي تعالوا نعمل عندنا بقى لإيه؟ نرجع للباشر الكبير متاعنا اللي هو اللمون كان فيه طرنش هنا يا جماعة اهو بص يا باش طبعا هتلاقى طرية شوية معاكي بتقوم اغداها كده بالراحة خالص اها فتحها كده تمام حلو الكلام ثمانت ايام وان شاء الله او عشرة ايام نطلعها ونأكلها بالهنة والشافة المية اللي بتقعد دي كلها هستخدمها مفيش اي مشكلة خالص ناس تقول طبعي انت ليه مفتحتهاش وهي نشفة ودخلتها المية دي كلها تسقط من هابو ليه حرام هستفد منها برضو في التخليل هنا يا عمو جمل بقوم حالط عندي نلف الحر يسحى بقى للكلام شوية من التوم وبعد كده هو تسنة زيت بسيطة قوي يا عمو حسن هلو ازاك يا عمو حسن ازاك يا عمو حسن عامل ايه ايوة يا شيد محمد ازاك عامل ايه اهلا وسهلا يا فندم ازاك حضرتك انت عامل ايه الحمد لله بخير ربنا نخليك يا رب ورحمة ابوك ورحمة ابوك تكلمني بعد الهواء حاضر يا ست الكل حاضر حاضر شكرا انها حاضرت جدا مع السلامة تعالوا بقى يا باش هناخد عندنا الايه المية اللي سلقنا بيها المية اللي سلقنا بيها اللمون قدامها هدلك هيا بص عامل ازاي اللي بسمحها يكوني شاطفة اللمون كويس جدا دي المية اللي احنا سلقنا بيها الحاجة طيب بنقوم حطين على ايه بقى باشا بنقوم واخدين حطين عليها الملح نملاحها معلقة السكر دي عالمية مع الملح شوية خلي صغيرين كده الموضوع جهز معايا طيب هنا بقى عامل جمل بقوم واخد بولا اقوم واخد فيها حبة البركة اللي هم حطين فيها شوية عصفر وناخد الخلطة الجامدة دي بقى اللي هم حطينا فين عليهم اللي هارسة بالتوم يلا الليمون يا شباب الليمون يا شباب برك الله فيكم بس خلطة دي عامنا ازاي هارسة مع حبة البركة ومع لا موضوع تاني فيه ناس بتحطوا كركم تمام؟ دعم حضركة هي نقوم واخدين يا باشا الليمون كده ها ونحشي من جوه الكلام ده كله اهو أستاذ اهيام؟ ألو؟ ازاي حضركة او ازاي هيام؟ اهلا اهلا بحضركة شفت حمد اهلا بحضرتك يا اهلا بحضركة فندم اهلا وسهلا ويصلح حالك فندم ويصلح حالك ربنا الله يكريمك اتفضلي نسمع ليش فيه سؤال يا شباب حمد انا لما باجي حط العجوة جوه المعمول او هو بسكوت او اه او اه اه بتنشف؟ بتنشف اه حط عليها زبدة لان العجوة اللي عندنا في مصر للأسف اه مش طب ساعات يعني فيها مكونات تانية بتخش معاها فللأسف او بيبقى نوع من الطمور المش حلوة بتتعامل بيها العجوة لكن انا لما قلت سافرت السعودية والله لو تشوفي حتة العجوة عمرها من غير ما تحط زبدة ومن غير ما تحط على اي حاجة يعني تشوف الملمس متاعها حتى اللون متاعها مختلف فايه اللي بنعمله عندنا يا مدام هيام إيه اللي هم نحط زبدة على العجوة ونقعد بادينا كده نعجم فيها لحد ما تبقى طرية معايا وتديني الملمس اللي معايا لكن ما معرضاش لنار ولا حرارة وخالص لا لا خالص لا لا خالص خالص هي زبدة بس كده عطت عليها وتعجيناها بإيدي كتطلع معاك زي الفل خلاص تمام يا ستة الكل تمام تمر في السعودية مختلفة تماما طبعا طبعا ها والله ما شاء الله بجد ما شاء الله أنا كنت أشوف البلوك الكبير العجوة حاجة جميلة يعني ريك يجري على الطمر وعلى المعجون الطمر تمام قدام حضراتك هوا تقول يا شباب فين اللي عايز يحط اللي عايز كوركم يا جماعة يضيف كوركم بقى عليها مفيش مشكلة ممكن يجيبوا اللي خلص يعني يخلنا عادي ماشي طيب أنا أقول لك على حاجة أنا خلصت أصلا آآ لا ثواني طيب يزمن بقول لك خلصت اللمون في ايه خد يا أستاذة اعملوا انتوا بقى يحشوهم وبجيبوهم يا حاجة نادية ازيك بالضبط ازيك حضرتك عامل ايه ازيك يا حمود يا عمر عامل ايه الله يخليك يا حاجة نادية طيبة أحلى لمون يا محمد بيطلع زبدة بالمية اللي بتغلي فيها اللمون أهو ماشا الله عليك يا معلم انت الله يخليك يا ستة الكل لا والله الجد ببقى بيش بقاش مر ولا كلام لانت لا 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 مفيش مرارة خلص فيه بقى بيبقى خلاصة الزيوت كمان بتاعت اللمون الله عليك في المية ما شاء الله انت عارف يا مدام نادية انت عارف يا مدام نادية انت عارف يا عارفها المحللين انت انا عايزك تطلع ايه تحليلي اني وام محللة انا ولا وبعض تعملي قناة على اليوتيوب يطلعها حليلي واداء كل واحد انا اقعد باشوف الا 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 استوديو كله ايه واشوف انت بتعمل ايه وبتروح فين الله يخليك اما الليه ده انت حبيب قلبي اه الله يخليك يا مدام نادية عامل ايه يا حمودي امر كله تمام الحمد لله ايه اخبارك واخبار الكاتس ومخرقنا الجميل كلكم كيف؟ انا عايزكم تدعولي بقى من قلبكم على طول على طول ان شاء الله العملية متأجلة ان شاء الله ربني اشفيك وعافيك يا مدام نادية حاضر والله يا حاضر ربني اشفيك وعافيك عشان انت هتدعي وغدك يدعي وغدك ان شاء الله مع ربنا كده وربنا يتقبل منكم جميعا الله يكريمك يا مدام نادية مامرة يا طيبة يا جميلة ودايما كده ناس ما حسك في الدنيا كده شكرا لك يا رب شكرا تعالي بقى الفطيرة اللي احنا بنعملها نرفع حلو الكلام هاخد واحدة بس كده واحدة كده عصفر كده جات في الجيه بص كده هوا تقومي لأ الفرده كده يمين في شمال حلو الكلام اهو تاخد العجينة يمين في شمال كده بص العجينة ماشي معك ما شاء الله ازاي نرفع على قد ما نقدر ده اهم خطوة في موضوع البراك اللي احنا بنعمله ده شوية دقيق تحت لما تحس ليه بدأت تلزق نوم ادينا سنة دقيق وما نتقطرش دقيق يا جماعة واحنا بنفرد اي معجنات والله ادي ده على فكرة اكتر حاجة بتنشف منك معجنات فهو احنا بنفرد الدقيق تمام لو تلاحظي كده بص ايدي بتققى كده اهي تمام اهي كده لكن ايه ما ينفعش ايه تعملي كده لو اجي عملت كده هتنقطي بحطة معينة وهتطلع ناشفة معاكي يلا هنبدأ نعمل ايدي الوقتي بقى قبل ما هنطلع الفصل هورديكي هنحشي ازاي العجينة ديت اهم حاجة رفع العجينة نفسها لان ديت مش داخل فرن يا جماعة اللي داخل فرن هو اللي تبقى العجينة تخينة لكن اي حاجة نازلة زيت لازم العجينة تبقى رفيعة ما شاء الله فطير الله اكبر بص ولا تقطعت ولا الهواء انا عمل اشي دي فيها يمين في شمال ولا زبدة طلعت برة ولا اي كلام تاني يبقى زي ما مدام نادية كده اتقلت لكم على موضوع الايه اللمون مش هيمرر ولا اي حاجة خالص والمية اللي احنا سلقنا بيها هي اللي هنخلل بيها عشت يام ان شاء الله ونطلعها ووريها لك اه ما قلتها اللمون ما قطعناهش قبل ما نسلقه عشان المية ما نفقدش المية بتاعت اللمون جوه السلق بس هي دي الفكرة عارفيني الرافيولي بالزبط هي نفس الفكرة اهو تمام اينها كده اهو نعملها نفس معاملة الرافيولي بالزبط كده كده اهو قدام حضراتكم نتسكنها كويس جدا والله يفضل طبعا انا اسف ده انا ننسيت دي ايه جلا ملا يسوه هندهن اه هندهن عشان الفطيرة ديت هتخش زيت فما تفتحشي والجبنة تقع اهو تمام انا الحمدلله تمام خلصت نمس كده هو اهو اهو وبعد كده نقوم جابين عندين عجلة البيتزا ونقوم واخدين دي بسم الله نالله عليك اهو يلا فين الزيت الزيت عندي على النار بيبدأ الهوة يسخن معايا تعالوا نعمل اختبار كده على واحدة وكل واحدة كده لمسكة كده بالراحة كده ومزاجنا يبقى حلو نبدأ نحطها انا حاسس زيت سخني جدا هابردو حس انا بيه كده تمام اعمل حج تمام اعمل حج نقوم اخدين دي كده هو ونبدأ ننزل نص زيتي وبحسس بيه اشيائي فاصل ونواصل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة حطينا علي اللمون شوية كركم صغيرين شوية كركم صغيرين وعقب المية بص المنظر عامل ازاي تفتح النفس يعني انت فاهم ازاي عشرة يام بامر الله وهنفتح عليهم واورهم لي حلو اهم حاجة بس في الموضوع لاهم خطوة سنة زيت بصيتها كده من فوق تمام الزيت اللي حطناه مية تغمر اللمون تطلع فوه تاني خطوة المهمة اللي احنا عملنا بقى اللمون اللازلت وقبر ده ما ينفعش المية تبقى السخنة تقومي قفل على لا هتعمل عفونة وبهدلك الدنيا الباكترية هتنشط طي انت بتعميل ايه بقى حاطيك بتسيبها تبرد حط الزيت وبعد كده نقوم قفلينها ونقدمه بالهنة والشيفة بعد عشر تيام يا مريم حالو حالو السلام عليك يا فاندي عالو السلام يا فاندي ازاي حضرتك تفضلي انا عايز اطلب منك فريس الكريم شامتي اه ايه يعني ازاي تعمليها في البيت اه حاضر من عناية انا بعملها وبتفك مني وبتفك منك بتبقى سيلة كده ها حاضر من عناية حاضر انت تأمري من عناية لاتنين ان شاء الله احنا كنا عاملين حلقة حتى كان فيه متصل اتصلت وعايزة نعيد موضوع مقادير الكريمات فان شاء الله بإذن الله هنعيدها لكم اه قلنا بقى ايه نتسلى كده كل شوية نعملكم بالنوع من الانواع المخلة الزتون دلوقت طلع العجيزي طلع والتفاح ايه موجود والكلاماتة موجود برضو انا مش عايزة اقولك التوريقة متاعة الفطيرة دي عاملة ازاي ده كلها زدة من جوه بص عاملة ازاي بص الكلام وتجيبنا صحة ازاي من جوه فطير لا ده فطير بجد والله هتلاقى فطيرة فعلا هي بص مورقة ازاي والي هانا وشفها تعالوا ناخد عندنا البرياني الكلام التاني جاهز شايف كاملون احمر على صفر على اغدر المياه الاخر اهو الليمون اهو تمام قدام حضراتك هوت ده بالنسبة طبعا انت كل ما ايه كل ما هنجيب كده ايه هنجيب جنب اطلع جنباري اطلع باشا كده ننور كده يا جدعب ولا تلاقيني شف ولا ايه حاجة بالهانا وشفها وده الفطيرة البركة اللي احنا عملناها اللي اتمنى طبعا ان شاء الله الحلقة تنول اعجابكم تمنى الافكار اللي احنا بنوصلها لكم تبقى سهلة والسلق المشا والجمال الله عليك أطباق بسيطة وأطباق سهلة جدا النهاردة قدمناها في برنامج المطعم ان شاء الله زي ما اتفقنا اللمون الريحة متاعته الجميلة البرياني الريحة الزكية اللي موجودة فيه لان البهارات الجرامة صغيرة برضو عاملة في شغل عالي دي كانت حلقتنا النهاردة اللي اتمنى ان شاء الله تنول اعجابكم اتمنى الافكار اللي احنا بديها لكم توصل بسيطة وسهلة تبقى شفها حاجات مع أدى ومكالكعة موضوع بسيط جدا وسهل تقدر تطلقها أكت في البيت محترم اللي انت بس تتبقى الافكار اللي احنا بنعملها وتمشي على خطوات وان شاء الله الحاجات تطلع معاك مزبوطة شوفكم على خير ان شاء الله دمتم في رعاية الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة